مفيدة بتقدمها سيمينز بالتعاون. بالتعاون مع آآ نقابة المهانسين ولاجنة شباب وشركة سيمينز. قبل ما ابدأ آآ باختصار شديد لاجنة الشباب. هي لاجنة آآ مكلف فيها آآ خدمة جميع خرجين للكبات الهندسة آآ وطلبة كبات الهندسة. في مصر كلها من تقديم دورات وتجريبات. واكتيفة كتير جدا. وانا اتمنى منكم تابعتنا على صفحة لاجنة الشباب. صفحة النقابة العامة. نحن بنزل عليها كل جديد. وموضوع الندوات اللي احنا شغالين فيه دراوانت اتنين. واحنا كل جمعة وسبت ان شاء الله مستمرين. في موسم التاني. الندوات كلها حاجات تيكنيكا لو حاجات سيمينز. آآ معانا المهاند الشاري من شركة سيمينز. آآ سيمينز وهو آآ هيقدم نفسه. وان شاء الله نستفاد منه. وهو هيعمل على كل سلايب. هيظهر عندنا على على الشاشة. حيث لو ايه هدعني سؤال. هيعمل اسكان للطاربوت ده. ويطفق مع الاسكان ده. يبعدوا السؤال موجه ليه مباشرة. ده هيظهر في كل سلايد من السلايدز اللي هيبدأ ايشك. وآآ معانا المهاندس محمد الفسقي. آآ ده رئيس لاجنة الشباب. هو هيخش اتكلم معاكم الباست. ويرحب بيكم. وان شاء الله تكون ندوة مفيدة مش عزيني نتاول عليكم. وآآ اتفضل بشانس الحمد. آآ شكرا جدا يا دكتور وليد. وآآ مساء الخير على كل آآ زماني. شكرا طبعا لكل اللي سهمه في انينا اللي هده نطلع. شكرا للدكتور آآ شين موانس شهادي من شي سيمينز وآلف شكرا لسيمينز على المجموزين اللي بزلهم معنا. آآ احنا بدأنا قبل كده عملنا راون دوان في راون دو زي ما الدكتور وليد قال. احنا في نقاط الموانسين اليومين اللي جايين دول عندنا آآ تدريبات كتيرة جدا ان شاء الله هتطلع. وعندنا بروتوكول كتير جدا ان شاء الله هنعملها. الدكتور وليد كان الحقيقة يعني احد العوامل اللي حوامل اللي حوامل اللي بي منز النهاردة تبقى موجودة معنا. وفي بروتوكول تعاون كبير هيحصل مع سيمينز ورايب جدا ان شاء الله وحيبقى لها مكان كبير جوا النقاضة. علشان تعمل تدريب عملي مناظري دي جميع سيمك عربة. وهتبقى الحقيقة تجربة عظيمة جدا. احنا كنا كررناها بكده في لجنة الشباب. وآآ كنا دعواننا مع شركة شنيدر اليكتوريك وعملنا مع عمل برضو لتجربة سيمك النهاردة في التجربة التانية. آآآ حتى النهاردة كمان البرنامج بتاع شنيدر يعني في احد الزملاء النهاردة معنا دي بوحتي مهندس من تنزانيا كان احد المهندسين المشاركين معنا. آآ في التدريب وكان آآ نوع من انواع التواصل يعني مع آآ المهندسين افارقة وتم تدريبهم في المعمل عندنا. ان شاء الله ما اعمل آآ سيمينز يبقى برضو نفس التجربة ان شاء الله ونعمل دي شغل كويس جدا. آآ مش محتاجة اكد طبعا على اهمية التدريب خصوصا ان احنا الفاترة جاية في انطبط المهندسين حيبقى فيه في تعديل اللايحة لطبط المهندسين ومش سر يعني. احنا دلوقتي على تعديل اللايحة لطبط المهنة وهيبقى فيه زي تدرب كده للمهندس يعني فحيبقى كوية آآ المهندس هيحمد داً يعادة تقييم او اختبار ابناء عليه من المهندس بمكن ان تدربوا كل مكان آآ أفقờ علم يعني بمعلومات كتير حيبقى فرسطه اكبر في انه يتدرب في التجاربات اللي حت اه حتبطرها اللايحة. اه انا مش عايز اتطول عليكم على تقول الحياة النادوة اعني اعني اكتبنا منتظرينها. ان شاء الله لجنة الشباب محتاجينكم تتابعونا للفترة اللي جاية. هنأتي الحاجات كتيرة جدا ان شاء الله بتعاون الزملة معنا دكتور وليد ويكون لعضاء لجنة الشباب ان شاء الله. هنبقى تحت عدنكم في خلالكم. متشكر جدا لكم. شكرا لدكتور وليد واسفا على الاطالة. اشتركوا في القناة. 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 Doug arg الندوة النهاردة والشرف لي ان انا اكون جزء من الندوات اللي بتقدمها نقابة المهندسين المصرية وعلى قد استطاعتي النهاردة تكون الندوة مفيدة بالنسبة لكم انا عارف ان من ضمن الناس اللي حضرة في ناس هو الصوت مش شغال ولا انتم سمعيني ولا في ناس كانت بتسأل بس هل لسه تشغال ولا لا انا عارف ان في ناس من الحاضرين ناس لسه متخرجتش وعارف ان في ناس متخرجين بقى لهم عشرين سنة وفي ناس متخرجين برضو ايه لسه متخرجين جديد فعارف برضو ان الناس هتكون متفاوتة من الويبنار اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة فعلى قد استطاعتي هبقى في النص ولا هبقى حاجة تكنيكا القوي بصورة ديب ولا هبقى حاجة شلو جدا بحيث ان احنا نبقى مبتدئين فححاول ان احنا نبقى في النص وان شاء الله نبتدي تبقى مفيدة ان شاء الله للجميع طيب احنا هنتكلم ايه عن النهاردة احنا النهاردة اول حاجة انا هكلمكو كإنترو دكشن على الأوتوميشن او انظمة التحكم القالي ثاني طابق هنتكلم عليه يعني ايه PLC بيستخدم في ايه سيمينز ازاي بتحط بتاعتها في الماركت والصناعة وازاي بنستخدمها ثالث طابق هنتكلم عليه النهاردة الRTU او الRemote Terminal Unit نسمع ساعات كتيرة الRemote Terminal Unit وعايزين نعرف ايه الفرما بينه وما بين PLC الناس بتفتكر هو هو بس وده لغات كبير فاحنا عم محتاجين نعرف ايه الفرما بينهم SCADA System او انظمة المرأبة والتحكم وازاي اقدر ان انا اتعامل مع كمية الData اللي اقدر ان انا المها من الField تمام؟ بعد كده هنبتلي نتكلم مع نبزة صغيرة جدا على التكنولوجيا الجديدة اللي بنتطرك ليها واللي احنا مستنيينها نسمع عنها كتير بس مستنيينها انها تدخل عندنا في الصناعة وازاي نقدر نستفيد منها بصورة ممكن تفيدنا في مجال الصناعة اخر حاجة هتكلم عليها هي Siemens وSiemens في مصر in brief تمام؟ طيب خليني اقولكو احنا انا عارف ان احنا عددنا كبير فعادة لو ما بنكون عددنا صغير بيبقى الموضوع interaction ما بيني وما بين الناس اللي حضرة الندوة بس عشان خاطر احنا عددنا كبير فانا آسفا مش هنقدر ان احنا نتكلم او ان انا اسمع اسئلتكو ففي طريقة ظريفة جدا اي حد ممكن يكون معاه موبايل ممكن يعمل سكان للQR Code ده الQR Code ده هيبقى معانا طول السلايدز الQR Code ده لو حد عنده اي سؤال هيكتب اسمه وهيكتب السؤال بتاعه لو عندي وقت في آخر الندوة ان شاء الله هجاوب على اسئلتكو On line معاكم لو مع عنديش وقت انا ولا كده هجمع لاسئلة بتاعتكو كلها ومعايا الايميالات طبعا بتاعتك ولا انتو هتكتبوها بردو في الQR ده و هجاوب على الاسئلة بتاعتكو عن طريق الايميالات بتاعتكم طيب أنا مين؟ أنا اسمي شادي شادي اشتغل في سيمينز من سبع سنين ابتدت كمهندس يونة وبعد كده ابتدت أعلى شوية 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 لغاية ما مسكت الـ Business Unit بتاعت الـ Automation أو أنظمة التحكم و الـ SCADA System في سيمينز مصر أنا المسؤول عن الـ Implementation بتاعت نظم التحكم الخاصة بـ سيمينز في الـ Automation بتاعت المشاريع الصناعي الـ Level أعلى بكتير من الـ Automation اللي احنا بنسمع عليه اللي هو بتاع الـ Smart Homes أو الـ لا، Level الصناعي، Level معقد أكتر، Level أعلى بكتير من الـ Port ده طيب، لو تكلمنا يعني Automation، سلايد اللي قدامنا دي هي كافية جداً إن هي تعرف لنا يعني Automation سلايد دي تلخص كل حاجة، وفيها كل الـ Levels اللي احنا بنتعرض لها في مجال الصناع، هنلاقي مثلاً لو إحنا تخيلنا مع بعض إن إحنا عندنا مصنع، المصنع ده هيبقى فيه ساحة فيها المكان وخطوط الإنتاج، ده بنسميه الـ Field Level، تمام؟ بعد كده بيبقى فيه Level Control، اللي هو بيبتدي، هو اللي بيكونترول الـ Data ويبتدي ياخد الـ Decision إذا كان، إذا كان هيطلع المخرجات بتاعته الصح أو لا بعد كده Level بتاع الـ Operation، تمام؟ أو التشغيل، أنا هبتدي أشغل المصنع بتاعي ده إزاي؟ تمام؟ بعد كده Level Management أو Level الإدارة، تمام؟ أبتدي الإنتاجية بتاعتي عاملة إزاي؟ تمام؟ بعد كده Level بتاع الـ Cloud، هبتدي الـ Data بتاعتي أقدر أحطها على الـ Cloud، وأوديها للإنترنت وأدمجها مع أبليكيشنز معينة، علشان خاطر تقدر تديني أقصى كفاءة ممكنة، تمام؟ أول 3 Level، أعتقد كلنا سمعنا عن الثورات الصناعية، تمام؟ إحنا في مصر هنا، خلينا نقول أكتر من 95% من الصناعات عندنا، وقفين عند الثورة الصناعية الثالثة، اللي هو إيه؟ عندنا مكنة بتشتغل ومواتير بتشتغل، وبتعمل لي إنتاج بصورة Automatic، تمام؟ وده جاية منها كلمة Automation، إن المكنة بتشتغل Automatic، تمام؟ طيب، فيه Level تاني، اللي هو الثورة الصناعية الرابعة، تمام؟ كل حاجات الثورة الصناعية الثالثة، إحنا بتدينا نجمع في الـ Data، وبعد كده بتدينا إن إحنا نشتغل عليه، الثورة الصناعية الرابعة، بتدينا نقول طيب، الـ Data دي إحنا محتاجين إن إحنا نستفيد منها بصورة مختلفة، يعني بصورة مختلفة، الـ Data أو المعلومات اللي أنا خدتها دي، هبتدي أخدها، أعمل عليها Analysis أو تحليل معينة، أبتدي ببرامج معينة أو بـ Algorithms معينة، أبتدي أستخدمها، عشان خاطر أعلم المكناة، زي بتغلط، وازاي ممكن إن الـ Level بتاعها يبقى أحسن، عشان بتدي أحدي بريف على كل نقطة، أول حاجة الـ Field Level، الـ Field Level ده معناها إن أنا موجود في الساحة بتاعي، ساحة المصنع بتاعي، ساحة المصنع بتاعي من مكينات كتير، المكينات دي لازم يبقى فيها حساسات أو SENSORS، تمام؟ والـ SENSORS دي، يا إما بقى Flow Meters، حاجات بتئيس السرايان، Level Transmitters أو Temperature SENSORS، لازم يبقى عندي حاجة زي السنسورات دي، لازم تدخل عندي على حاجة اسمها Distributed I.O، الكهرباء اللي دخل عندي دي، تمام؟ لازم حولها لـ Signal، علشان خاطر أحولها لـ Data يفهمها الـ Controller بتاعي، تمام؟ طيب، الخط ده ممكن يبقى فيه سير، المكانة نفسها محتاجة تعرف إيه الشغلة اللي هي هتشتغل عليها، هل الشغلة دي مثلاً سي خط إنتاج بتاع أدوية، على نفس السير ده فيه منتج رقم واحد ومنتج رقم اثنين، تمام؟ طيب، أعرف إزاي الفرق ما بين منتج واحد ومنتج اثنين، ده ندخل هنا لـ Industrial Identification، Industrial Identification دي عبارة عن RFIDs أو كاميرات، علشان خاطر أعرف الشغلة اللي قدامي دي، وعلى أساسها المكنا تبتيت تايبلي شغل الصح اللي تمام مثال بسيط للإدإنطيفيكيشن، ال-Q-R-Code اللي موجود قدامنا فوق ده. تمام وأنت بالكاميراتك بعرفت إن تدخل على ويب سيت معين، زيها، زي المكناة بالضبط هتبتدي تعرف الشغلة اللي موجودة على الخط دي، وتشتغل عليها accordingly عندنا برضو المواتير الخطوط بتاعتنا فيها مواتير المواتير بتبقى في سيور بتبقى في روبوتكس بتبقى في بورت كبيرة جدا من عمليات الانتاج بتاعتنا بورت تاني حاجة اسمها الاناليزرز اجهزة التحاليل دي للصناعات السقيلة بيبقى مثلا فيها مداخن المداخن دي بتطلع غازات الغازات اكوردنج لي انواع وكميات الغازات المختلفة انت محتاج ان انت تعرف النسب دي بتدل على الجودة والكواليتي بتاعت المنتج بتاعك فالبرودكت الاناليتيكس دي بتساعدك ان انت تعمل الكلام ده تمام بلس ان وزارة البيئة بتفرد على المصنع اللي بيبقى فيها مداخن يبقى فيها اناليزرز علشان خاطر تشوف وتقيم المصنع ده هل بيطلع غازات ملوثة للبيئة ولا لا فدي وظيفة الاناليزرز تمام في حاجات تانية بتبقى محتاجة موازين مثلا زي التوب والزلط والاسمنت والحاجات اللي فيها خلط كتير فدي لازم ان انت يبقى عندك موازين تمام تمام طيب البرتس البرتس دي كلها لازم بتكون بتشتغل بكهربا معينة او نوع من الكهربا معينة تمام معظم الكهربا اللي احنا بنستخدمها بغض النظر عن المواتير طبعا كهربا طيار منخفط تمام طيب السابلاي بتاعت الكهربا بتاعتك اللي جايلك من شركة الكهربا بيبقى جهد عالي فانت محتاج ان انت تحول الجهد العالي والالترنيتف ده يبقى دي سي تمام ويبقى عندك جهد منخفض وطيار خفيف فهنا تبتدي ان انت تدخل معاك الـ power supply تمام يبقى كده ده الجزء اللي احنا بنشوفه في الـ field level طيب بعد كده نلاقي بقى ايه الـ field level ده اللي هو الحتة المعرضة لمكان الشغل او مكان العمل نبتدي كل ما بنطلع فوق كل ما ايه بيبتدي المكان الى حد ما يبقى قوضة يبقى نظيف اكتر يبقى virtual لغاية ما يبقى virtual في اخر level تمام طيب control level انا هنا بتعامل مع panels او لوحات تمام اللوحات دي ببتدي ان انا اجمع منها الـ data اللي انا اخدتها من تحت تمام وابتدي اعمل part تحكم على اللوحات دي فالـ part بتاع التحكم ده بيبقى من خلال حاجة اسمها الـ controller او الـ وحدة التحكم الالي طيب وحدة التحكم الالي دي هو ده عصب المكان هو ده الحاجة الاساسية اللي موجودة في المكان تمام هو ده اللي انت according ليه الـ data اللي انت بتاخدها من الفيلد اللي موجود تحت بتبتدي تبرمج الوحدة التحكم الالي دي وaccording للبرمجة بتاعتك وشطارة المبارمج بيبتدي يعمل الـ process بتاعت الصناعة طيب فيه حاجات بتخدم على الـ controller ده طيب زي ايه؟ زي الـ HMI او الـ Human Machine Interface هي منتهى البساطة هي عبارة عن شاشة انت تقدر ان انت تبتدي تدي اوامر منها علشان خاطر تبتدي تتحكم في الـ parts اللي موجودة تحت طيب برضو فيه حاجة اسمها IPC ايه الـ IPC؟ Industrial PC يعني PC يعني computer كمبيوتر عادي في رماد في ويندوز operating system في بارتس كتيرة من الـ بس هو Industrial ليه صنفناه؟ صنفناه علشان خاطر هو محدود في environment صعبة ويـ environment مش سهل التعامل معيه طيب الكلام ده كله لازم يكون واصل ببعضه تمام؟ وواصل بالـ levels اللي موجودة فوق وده مش هيتم الا من خلال ميديا معينة هتقدر من خلالها تنقل بها الـ data وبروتوكولات معينة علشان خاطر تعرف تنقل الـ data منها تمام؟ وده بنلاقيه في الـ industrial communication زي ايه؟ زي switch chat زي الـ router اللي موجود عندنا في البيت تمام؟ ما الـ router ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن gateway عشان خاطر يوصل لك المعلومات للكمبيوتر عشان خاطر يوصل لك الصوت اللي انا بكلمك بيه دلوقتي للجهاز بتاعك تمام؟ فده اسمه communication انا بتكلم معاك دلوقتي علشان خاطر اوصل لك الـ screen دي دي data تمام؟ الـ data دي علشان خاطر توصل لك محتاجة ميديا الميديا ده هو ده اللي بيوصل لك من خلال الـ communication devices اللي موجوده طيب برت كمان الـ motion control وده مسمهة بالعربي دي الحاجات اللي ليها علاقة بـ مغيرات السرعة او الـ soft starters او الـ drives تمام؟ وده التكنولوجيا اللي بتبرمج بيها المواتير تمام؟ ازاي الموتور ده هيشتغل؟ على توركة قد ايه؟ على جهد قد ايه؟ بيشتغل في سرعة كام؟ وهكذا تمام؟ طبعا في برضو برمجة تانية للمكان بتاع الخراطة او مكان الـ CNC تمام؟ ده ليه برت تاني من الشغل طيب ده على level control يعني انا خدت هنا بقى ايه؟ الـ data وصلتها هنا علشان خاطر ابرمج according للبرمجة بتاعتي اقدر ايه؟ ان انا اتحكم في الـ part اللي موجود تحت طيب، level التشغيل او الـ operation تمام؟ الـ data دي اللي موجودة هنا بابتدي اوصلها للـ level اللي بعديه الـ level اللي بعديه ده level تحليل، انا هاخد الـ data دي احللها تمام؟ واهم من الـ parts اللي موجودة دي هي حاجة اسمها الـ scada system. الـ scada system ده عمل زي ما يكون انت قاعد في قوضة وشايف شاشات موجودة قدامك قاعد بتـ monitor كل حاجة موجودة في الـ field على الـ level اللي موجود تحت تمام؟ والـ level اللي موجود تحت ده الـ data بتاعته هي دي اللي انت بتشوفها عندك على الـ screens كلها طيب، ايه؟ يفرق ايه بقى عنه وعن الـ HMI اللي موجودة تحته؟ يفرق ان الـ HMI بتبقى على level المكنة، يعني انت مكنة فيها HMI جنب بيها علشان خاطر تبتدي ان انت تشغل علي، تمام؟ انما الـ scada system ممكن يبقى على level المصنع كامل، او line كامل، تمام؟ طيب، الـ scada system فيها ميزة كمان ان انت تقدر من خلالها ان انت تعمل حاجة اسمها archive للـ data، ان انت تخزن الـ data بتاعتك، طيب لو خزنت الـ data بتاعتك تقدر تعمل منها reportate، تقدر تعمل بيها analysis لـ parts معينة عشان خاطر في الـ management level اللي موجود فوق بعد كده، تقدر يقدر ان هو ياخد decision، يقدر ياخد قرار، اذا كان المصنع بتاعه ده شغال تمام او مش شغال تمام ومحتاج ياخد action، تمام؟ طيب، الـ part بتاع الـ communication اللي تحت ده برضو ده عبارة عن data، طيب، السرعة بتاعت نقل الـ data من هنا الـ هنا عاملة ازاي؟ طيب، الـ level ده مثلا بيقع كتير، الـ level ده مش متعرف، تمام؟ ففي الـ operation level انت عندك port بيبتدي يفاهمك ازاي تقدر ان انت تـ control الـ communication بتاعت الـ levels دي كلها ببعض تمام؟ طيب، part تاني مدام انا عندي الـ data، طب انا اقدر ان انا اعمل control للـ process كلها، ماشي؟ الـ process بتاعت عملية الانتاج اقدر اعمل بيها برضو ايه؟ control، تمام؟ طيب، نوع من انواع الـ data اللي موجودة تحت هنا هي الـ data اللي خاصة بـ energy، تمام؟ او energy consumption بتاعت المكان بتاعي اللي موجود تحت، وده برضو في level الـ operation اقدر ان انا اقيس الـ data الكهرباء اللي دخلة واللي consumed من شركة الكهرباء واقدر على اساسها ان انا ابتدي اشتغل عليه، تمام؟ فيه برضو من ضمن الحاجات بتاعت الـ operation، حاجات ليها علاقة بالصيانة او الـ maintenance، الحاجات اللي ليها علاقة بالصيانة او الـ maintenance دي بتفيد قوي في الخط ده هيقف لمدة قد ايه؟ هيتعمل لك صيانة شهرية او دورية او سنوية، وده هيأثر في الانتاج يرجع بقى بالـ data دي للـ SCADA system ويشوفها وهيأثر في الانتاج ازاي، تمام؟ طيب، الـ parts دي كلها، تمام؟ مش حاجة جديدة، دي لغاية دلوقتي احنا لسه منتكلم ايه؟ على الـ level الثورة الصناعية الثالثة، طيب، الـ data دي لو انت ابتدينا ان احنا نجمعها، تمام؟ ونبتدي ان احنا نرفعها على الـ cloud او ان احنا نجمعها ونبتدي نشتري application معين، هيبتدي ياخد الـ data دي ويعمل لنا هو decision لوحده، مثلا للـ operation، تمام؟ فدي ابتدينا نقول ان احنا دخلنا صورة صناعية جديدة او صورة صناعية رابعة، تمام؟ ولو احنا قلنا ان احنا على level المصنع بس بنجمع على level المصنع بس، ونبتدي على computer واحد، وبعد كده الـ computer ده هو اللي هيبتدي يرفع على الـ cloud، فده اسمه industrial edge، تمام؟ ان انا فيه computer واحد هو اللي هيجمع الـ data من هنا دي كلها، تمام؟ وده لي برضو ايه؟ level management طيب، بعد كده الادارة، ازاي ان انت يبقى عندك level للادارة تقدر من خلاله تاخد decisions، المصنع بتاعك ده شغال تمام ولا لا؟ تمام؟ طيب، احنا دلوقتي بنتكلم من الـ operation level up to الحتة اللي فوق دي كلها software، مفيش حاجة انت مسكها بإيدك، مفيش حاجة انت شايفها بعنيك، تمام؟ حتى الـ computerات، هنا هتلاقي computerات موجودة في الـ site، هنا مش شرط ان انت تلاقي computerات، مش شرط ان انت تلاقي serverات، ممكن من الـ management level والـ cloud level تشتغل من على الموبايل، تشتغل من على التابلت، تشتغل من اي حتة انت محتاجة، تمام؟ طيب، الـ management level، الـ data اللي انت موجودة هنا دي هتبتدي توظفها ازاي؟ اول حاجة الـ plant cycle management، تمام؟ هتبتدي تشوف المصنع بتاعك ده شغال بأني كفاءة، وشغال بالانتاجية عاملة ازاي؟ وبيستهلك طاقة عاملة ازاي؟ according لها تبتدي تقول اوكي انا المصنع بتاعي شغال تمام؟ او لا انا محتاجة اعدل في شوية حاجات معينة من الـ levels اللي تحت دي، علشان خطر ازود الكفاءة والانتاجية بتاعت المصنع طيب، في الـ operation management، في الـ operation management انا دلوقتي مش عاجبني الحتة بتاعت الـ operation دي، تمام؟ انا شايف ان مثلا الـ SCADA بتاعتي دي، تمام؟ الـ data بتاعتها مش شغالة تمام؟ والـ energy management دي، تمام؟ بتطلع لي حاجات مش accurate، تمام؟ طيب، في الـ operation management ده، بيبتدي ياخد الـ data دي، يعمل لها analysis، ويبتدي يعدل في الـ analysis according للـ data دي، ويرجع للـ SCADA، يبتدي يرجع للـ operation اللي موجودة تحت علشان خطر يعدل في الانتاجية فده دلوقتي احنا بتدينا نقول ان هنا في حاجة جديدة اسمها زكاء استنوع، تمام؟ وده الـ operation intelligence، according للـ data بتاعتي، في decision بيتاخد، according للـ data بتاعتي، طيب، آخر حاجة ودي الـ future كله، حاجة اسمها simulation، أو نظام المحاكاة، تمام؟ انت تقدر ان انت قبل ما تاخد اي decision من الـ decisions اللي موجودة دي، تمام؟ تعمل نظام محاكاة، تمام؟ تعمل simulation، تجرب الحاجة قبل ما تعمل لها implementation موجودة تحت، تمام؟ فالـ part ده مهمة جدا في الصناعة، ليه؟ يعني مثلا، انا قلت مثلا ان انا هنتج منتج جديد على الـ line، تمام؟ طيب، السيميليشن بتاعتي، علشان خاطر ينتج المنتج ده، هيستهلك قد ايه كهرباء؟ هيستهلك قد ايه من العمالة اللي موجودة؟ هيوفر لي وقت قد ايه؟ الشغلة نفسها هتاخد وقت قد ايه في الانتاج، الـ quality بتاعت المنتج بعد ما تخرج، هيبقى عامل ازاي؟ كل ده في انظمة السيميليشن، طيب، الـ data دي كلها لغاية هنا، انا عندي حاجة بتاعتي، تمام؟ حاجة موجودة جوه المصنع بتاعي، وخاصة بالمصنع بتاع شيء دي، فقط لا غير، تمام؟ فيه، بارت تاني، مثلا من الـ data، مصنع شبيه بالمصنع بتاعي، ابتدى يقول اه، انا كان عندي experience في المكنة الفلانية، والـ experience دي بتقول ان انا محتاج ان انا اعمل لها سيادة دورية بصورة معينة، والمكنة دي شبه هالمكنة اللي موجودة عندي بالزبط، تمام؟ فانا عندي knowledge اللي انا اقدر ابحها كمعلومات، واقدر انزلها للـ level بتاع الـ management، والـ level بتاع الـ operation، وـ level control، علشان خاطر ايه؟ احسن الانتاجية بتاعتك، فبقى فيه دلوقتي نوع مختلف من التجار، تجارة معلومات، انا اقدر من المعلومات اللي موجودة معايا، تمام؟ اقدر احسن لك الانتاجية بتاعتك، طيب، وده هنا يجبنا على الـ cloud، تمام؟ او مش عايزة اقول عليها انترنت، عايزة اقول عليها حاجة تانية، زي مثلاً الـ google play، ماشي؟ زي google play وزي الـ apple store مثلاً، عندنا في سيمينس حاجة اسمها الـ mind sphere، تمام؟ دي تقدر من خلالها انت تشتري applications، ومن الـ applications دي بتبتدي من الـ industrial edge، او لو المكان عندك بيبعث للـ cloud على طول، يبتدي يستخدم الـ data دي، ويعلم الـ system بتاعك، تمام؟ فدلوقتي الـ port بتاع الـ cloud ده هو المستقبل وهو الثورة الصناعية الرابعة، طيب، زي simulation، في عندنا حاجة اسمها الـ digital twin، ايه الـ digital twin؟ التوأمة الرقمية، انا اقدر من خلال التوأمة الرقمية ان انا اعملك مصنع كامل virtual، تمام؟ مصنع كامل افتراضي، ينفع انت التست فيه كل حاجة، من اول الـ consumption بتاع الـ supply بتاعت الـ products بتاعتك، لغاية الـ level بتاعت الـ management، وحتى level الـ cloud، ودي اسمها التوأمة، تمام؟ طيب، النهاردة انا عارف ان الـ topics كتير، topics كتيرة جدا، ولو قعدنا تقريباً نقول sessions لمدة خمس ايام، انا مش هكافر حتى ربعة، تمام؟ فانا النهاردة اختارنا ان احنا هنتكلم على الـ controller والـ SCADA system في الـ parts بتاعتنا، تمام؟ طيب، الـ controller مع الـ fields levels دي، تمام؟ بتدخل جوه حاجة اسمها panels، تمام؟ او اللوحات بتاعتنا، اللوحات بتاعتنا، عندنا نوعين من اللوحات، لوحات تبع standards بتاعت الـ IEC، ودي الـ standards الأمريكاني، لا سوري، دي الـ standards الأوروبي، ولوحات تبع الـ UL، ودي الـ standards الأمريكاني، تمام؟ احنا هنا في مصر، احنا بنشتغل على الـ standards IEC او standards الأوروبي، طيب، الحاجات اللي موجودة جوه اللوحة دي، هنلاقي في منها حاجات بتخدم على الـ field level، وفي حاجات تانية بتخدم على الـ control level، طيب، طيب، أول حاجة هنلاقيها موجودة جوه اللوح، هي الحاجات بتاعت الـ protection والـ switching devices، زي ايه؟ زي circuit breakers، زي زي الـ motor starter، زي الـ over voltage protective release، زي الـ overload release، تمام؟ الحاجات بمعنى تاني، الحاجات اللي بتتعامل direct مع الجهد العالي أو الكهرباء بتاعتي، تمام؟ فده هنلاقيه موجودة جوه اللوحة بتاعتي، طيب، ايه كمان؟ هنلاقي حاجات ليها علاقة بـ contactors، solid state contactors، soft starter، motor starter، frequency converter، او اللي هي مغيرات السرعة، ايه كمان؟ ممكن نلاقي load feeder، تمام؟ الحاجات اللي بمعنى تاني الـ interface مع مثلا المواتير، ماشي؟ وازاي نحن هنطلع الجهد ويه الطيار المناسب لـ motor علشان خاطر نعرف نشغله، طيب، ايه كمان؟ هنلاقيه جوه اللوحة بتاعتنا، هنلاقي العصب بتاع أو الدماغ بتاعت المكنة بتاعتي، الـ controllers، تمام؟ هنلاقي الـ HMI أو الشاشات بتاعت التشغيل، تمام؟ طيب، ايه كمان؟ هنلاقيه جوه اللوحة، دي مش شرط تبقى موجودة في كل اللوح، بس في حاجة عندنا اسمها safety technology، safety technology زي safety relay، safety أو position switch، أو emergency stop، تمام؟ الحاجات دي لازم بيبقى لها standard معينة، وهشرح يعني ايه fail safe لما هجي أشرح لكم الـ controller، طيب، ايه كمان ممكن نكون هنلاقيه؟ هنلاقي طبعا الـ power supply، تمام؟ الـ كل حاجة موجودة عندنا محتاجة ان هي تشتغل بالطاقة اللي قلتلكوا عليها، أو بالجهد المنخفض بتاعنا، فمحتاجين ان احنا نغير الكهرباء اللي دخلالنا دي، تبقى DC وتبقى طيار خفيف، طيب، محتاجين ايه تاني اللي علاقة بالطاقة؟ سوكت الكهرباء، تمام؟ لما تفتح البانل دي، هتلاقي مهندس هيجي هيعملك عليها مثلا ايه؟ سيانة، أو هيبتدي يصلحلك عطل معين، فهيجيب معاه لابتوب علشان خاطر ايه؟ يبتدي يشتغل على الكابينة نفسها، فلازم يبقى مثلا فيها سوكت الكهرباء، فكل الـ components دي هتلاقيها موجودة عندك فين؟ جوه الـ panel بتاعتك أو الـ control panel بتاعتك، ودي حاجة أساسية لازم اي مهندس بتاع automation، لازم يبقى فاهم الـ ports دي كله، أول حاجة هتكلم عليها النهاردة، هي الـ PLC كـ Controller و I-O System، طيب، الـ PLC أو واحدة تتحكم الآلي، حنشوف فيديو بسيط قوي كده علشان خاطر ايه؟ نفهم اكتر الـ PLC ده بيشتغل ازاي؟ او ايه انواع الـ PLC هات المختلفة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر أو رحلكم طيب إزاي أختار PLC أو وحدة التحكم الآلي اللي أنا عايزها للأبليكيشن بتاعتي أكيد مش نفس التكنولوجيا اللي أنا هستخدمها في خط بيجمع لي أزايز زي تكنولوجيا هستخدمها لمصلا إيه محطة نووية مش ده ليه أبليكيشن ممكن يبقى بسيط صور بصورة تنمي وده أبليكيشن لأ معقد أكتر طيب أنا علشان خاطر أبتدي أختار النوع الكنترولر بتاعي محتاج حاجتين أول حاجة أنا بسأل نفسي إيه كمية الداتا أو أنا بنسميها عادة عدد الآي أوز اللي بابتدي أخدها من الفيلد يعني آي أوز عدد الإمبوتس يعني عدد المدخلات اللي هتدخل عندي جوه الكنترولر بتاعي وعدد الآي أوز اللي هايخرج علشان خاطر أبتدي أعمل التحكم بتاعي على في لبل الفيلد طيب الport ده مهم ليه؟ بيأثر على حاجة جوه عندي هنا اسمها الميموري كل ما الميموري بقت أكبر كل ما هبتدي أشتغل على العدد آي أوز أكتر تمام؟ الميموري كمان هتأثر في حاجة تانية هتأثر في البرنامج اللي أنا هكتبه طب أنا هكتب جوه برنامج مثلا سطرين ثلاث سطور برنامج بسيط ولا برنامج معقد أقدر إن أنا هكتب في مثلا ألفات من السطور فده بيفرق برضو في نوع الكنترولر اللي أنا هستخدم طيب part كمان وده أهم البروسيسور بتاعي يعني بروسيسور يعني السطر بتاع البرمج اللي أنا بعمله ده تمام؟ هيتنفس فقد إيه هل هو سريع أقدر إن أنا أنفزه بصورة سريعة وده ولا أنا مش محتاجه سريع قوي تمام؟ طيب خلينا ناخد example كده أنا محتاج مكنة بتبتدي تدخلي مثلا أزايز عصير وأزايز العصير دي أنا محتاج أجمحها كل ستة مع بعض وأبتدي أغلفهم تمام؟ أنا محتاج سنسور عامل إزاي؟ سنسور علشان خاطر يعدلي عدد الأزايز وسنسور تاني علشان خاطر يقول لي إذا كانوا موجودين في الحتة الصحة ولا لأ وسنسور تالت علشان خاطر يقول لي الباكينج بتاع الستة أزايز دول تم بطريقة صحة ولا لأ ومحتاج أوامر علشان خاطر يقطع لي المكنة الأطعة بتاعت الورقة اللي هيغلف بيها ومحتاج مطور علشان خاطر السير اللي مدخل لي الأزايز دي تمام؟ طيب لو أنا جيت برمقت الحتة دي هلاقي إيه؟ هلاقي إن البرمقة بتاعتي سهل فأنا مش محتاج سطور كتير إن أنا أبرمج عليه فبالتالي بروسيسور بسيط أقدر إن أنا أشتغل عليه وده عندنا يبقى حاجة اسمها بيزيك كونترولر مش حاجة معقدة أبليكيشن متوسطة تمام؟ بعد كده عندي لو الليفل بتاعي أعلى والأبليكيشن بتاعتي معقدة أكتر ببتدي أستخدم حاجة اسمها Advanced Controller ساعتها هلاقي إن الميموري بتاعته أكبر أقدر إن أنا أكتب برنامج أكتر بلوس عدد الـ IOS بتاعتي أعلى زائد إن البروسيسور بتاعه عالي فأقدر إن أنا أشتغل عدد كتير من البرنامج بتاعي في سرعة مقبولة نقدر إن إحنا نشتغل عليها في الـ بتاعتنا من غير ما نحس بأي Delay طيب ده البرت بتاع الـ CPU أو ده البرت بتاع الـ controllers بتاعتي تمام طيب كل ما علينا بالlevel كل ما السعر إيه زاد وعلى طيب أنا دلوقتي محتاج زي ما محتاج الـ controller بتاعي محتاج حاجات تخدم على controller طيب الحاجات اللي هتخدم على controller مثلا زي signal modules زي signal modules ده اللي هتجمع لي data من field وهيبتدي يقول لي data دي مثلا أنا جمعتها لك وهوديها للcontroller بتاعي طيب السignal module بتاع advanced controller طبعا إيه أغلى من السignal module بتاع basic controller تمام طيب أنا عايز أوفر تمام أنا كل اللي هممني إن الcontroller ده هو اللي يبقى إيه اللي أستثمر فيه فلوسي ومحتاج إن أنا أوفر في الport ده طيب الport ده ليه غالي الport ده غالي علشان هنلاقي إن في حاجة اسمها internal protection عالي يعني لو جاله كهرباء زيادة تمام الكارتة دي مش هت بوز تمام فيه يقدر إنه هو يشتغل جوا بروسيسور يقدر إنه يشتغل لو البروسيسور الأساسي أو الكنترولر الأساسي وقع تمام فده كل دي كوستات عالية ممكن جدا إنت ما تكونش محتاجها في الفيلد بتاعك أو في الابليكيشن بتاعتك إنت محتاج بس إيه بروسيسور عالي وخلاص ساعتها ابتدى يبقى فيه عندك حاجة تانية اسمها distributed ios أو remote ios تمام ودي ممكن نقول إن هي حاجات low cost تمام بتعمل الوظيفة المطلوبة منها إن إنت إيه تبتدي تجمع منها ال data من الفيلد تمام وبعد كده توصل ال data دي لل controller بتاعك طيب الحاجات low cost دي تمام طيب ما فيهاش الفونكشن اللي موجودة فوق طيب افرد إن إنت جاء لك هنا over voltage تمام الكارتة هتتحرق آه الكارتة هتتحرق طيب تعمل إيه علشان خطر الكارتة دي متتحرقش ساعتها بنبتدي نستخدم حاجات زي الفيوزات أو الرليهات تمام اللي إحنا اتكلمنا عليها في البورت بتاع البانيل تمام ساعتها بيبقى قبل ما توصل لك السيجنل إنت ضامن إن الكهرباء الدخلالك دي مش هتحرق لك الكارت فبالتالي إنت وفرت الحت في الكروت واستثمرت في السي بيو العالي بتاعك طيب إنت ممكن يبقى بورت من السي بيو مش بيشتغل على المكنة بس ممكن طبعا كلكم هندسة في ناس من كهرباء فتعاملتوا مثلا مع برنامج زي المتلاب ممكن تخلي السي بيو يبتدي يكلم الكمبيوتر ويبتدي ياخد ويدي معاه داتا مع المتلاب او exe file او excel file تمام تبتدي ان انت تت exchange data معاه طيب ده هاردوير والكمبيوتر هاردوير تاني تمام ليه ما تخليش الكمبيوتر او ال PLC بتاعك integrated جوه الكمبيوتر بتاعك وساعتها بنستخدم حاجة اسمها software controller تمام بحيث ان انت عندك ديفايس واحد اللي هو الكمبيوتر وساعتها الكمبيوتر ده بيبقى عنده حاجتين اتنين platform platform بيشتغل كأنه PLC وplatform تاني بيشتغل كأنه software طيب وايه ال IOs هتعمل فيها ايه هتوصل ال IOs بال remote IOs اللي موجودة تحت علشان خاطر تcollect data تمام طيب تعالوا نتكلم بصورة اكبر عن ايه ال Components اللي بتخدم على ال CPU بتاعي زي ما قلتلكم ال CPU ده هو الدماغ بتاعة المكان تمام ال Port اللي بعد كده هي Signal Modules Signal Modules هي ال إشارات الكهربية اللي أنا ببتدي أجمحها من ال Fields علشان خاطر أوصلها ل controller بتاعي تمام طيب دي إشارات كهرباء تمام طيب في طريقة تانية إن أنا أجمع بيها الإشارات بتاعتي دي بس افرد مثلا كفي controller تاني عايز يكلم controller تاني فده بيكلموا بعض عن طريق حاجة اسمها Communication Module تمام ببروتوكول معين لغة تخاطب ما بين controller والcontroller التاني تمام زي ايه من الحاجات اللي احنا بنسمحها على طول زي TCP IP زي Mode Bus TCP زي البلوتوث مثلا زي ايه تاني من الحاجات من اللغات profinet و profibus افندم profinet زي الprofinet زي الprofi bus تمام كل الكلام ده دي اسمها لغات تخاطب تمام ما بين controller والcontroller التاني مختلفة عن signal module signal module دي بتبتدي تاخد الكهرباء من الفيلد تمام طيب فانا عندي طريقتين بجمع بيهم الdata طيب في حاجة كمان بتبتدي تساعدني او تساعد cpu انه هو يشتغل طيب cpu ممكن يبقى في function معينة من functions بتاعته تبقى مثلا مجهدة للبروسيسور بتاعه فانت ممكن تحط له module كأنك بتعين حد يعمل لك functions المجهدة دي وتبعت له على طول data ودي بتتسمى technology module زي ايه الناس اللي في الكلية اخدت حاجة اسمها closed loop control صح closed loop control ده لو احنا بنشوف ايه closed loop control ايام الكلية كانت عبارة عن equation فيها derivation فيها integration فيها multiplication فيها division تمام فكانت تخيل انت كانت بتاخد منك وقت add ايه علشان خاطر تحل المعادلة دي او تحل error ده تمام الport ده زي ما هو كان بياخد منك وقت فهو بياخد من البروستسور وقت علشان خاطر انت بتكتبه على lines كتير او functions بتاعتها بتاعت closed loop control جوه البروستسور هي function مش سهلة فهي بتاكل منين من البروستسور ليه ما تعين له technology module او تعين له حد يبتدي يعملك function دي ويبعت على طول ال data النهائية لل PLC فدي الوظيفة بتاعت technology module زي ها زي الروبوتيكس تمام الروبوتيكس arm الابليكيشن اللي فيها روبوتيكس تمام دي بتبتدي تقول نقول ان احنا ايه محتاجين اا اا تكنولوجي عالية تشتغل معنا في المجال بتاع الروبوتيكس الابليكيشن والفونكشن بتاعت الروبوتيكس هنا معقدة فانت بتحتاج لها ايه technology module تمام طيب اا طبعا في الميموري كارت الميموري كارت دي وسيلة مساعدة علشان خاطر تحتفظ بالبرنامج بلس الدا اللي موجودة على السي بيو على ميموري كارت علشان خاطر ايه ما تروحش تمام واخر حاجة الpower supply علشان خاطر ايه تباور up الدنيا دي كله تمام ممكن سؤال يعني انا لو فتحت مجال الاسئلة انتو كثير جدا فياريت الاسئلة من خلال ال qr code اللي موجود فوق ده وانا هجاوبك وانا هجاوبك على كل الاسئلة مفيش مشكلة لو في وقت في اخر السيشن ولو مفيش انا هبعث لك mail بالاجابة على السؤال بتاع حضرتك خلاص اوكي شكرا من حضرت لا عفو ايه انواع ال cpu اللي موجودة عندنا انواع ال cpu اللي موجودة عندنا ال cpu العادي اللي هو standard تمام وحاجة احنا تطرقنا لها لما اتكلمنا على panels حاجة اسمها fail safe fail safe المكنة بتاعتي موجودة او ال action بتاعها او ال operation بتاعها خطر قد ايه على البني ادم يعني بمعناها البسيط جدا تمام المكنة دي هل هي بتعمل دوضاء فهتزعجني او انا ماشي جنبها او ان هي ممكن تخبطني فتعورني او ان هي ممكن لقدر الله ممكن تبقى في severe injury زي مثلا ان انا افقد رجلة او افقد ايد او اي حاجة زي كده او لقدر الله ممكن تأدي لحالة وفاة تمام accordingly الخطورة بتاعة الابليكيشن بتاعة المكنة دي بيبقى فيه standard معين وبيبقى فيه certification معين لازم ياخدها ال PLC ده ولازم تاخدها الكروت بتاعة ال IOs plus السنسور اللي ركبة على المكنة دي تمام ودي بتبقى حاجة اسمها SIL او Cell Certified تمام وبتبقى مدرجة من Cell 1 up to Cell 4 تمام وaccording للCell Certification دي ببتدي اختار الموديول بتاعتي تمام فانا عندي يام standard اللي هي ماش Cell خالص يام Cell Certified او Fill Safe موديول تمام طيب في عندي نوع تاني من ال CPU هات او PLC حاجة اسمها Compact يعني Compact Compact بالمعنى بتاعه هي حاجة تشمل حاجات كتيرة تمام فيها Processor وفي نفس الموديول او في نفس الوحدة فيها Power Supply وفي نفس الوحدة فيها Technology Module وفي نفس الوحدة فيها عدد من IOs فهي شاملة حاجات كتيرة في Compact Module يعني وحدة وحدة تشمل حاجات كتيرة تمام طيب ال Standard Module انت محتاج ان انت تحط جنبه Module تانية تمام ده يتسمى Modular System او Modular CPU تمام طيب ايه تاني من انواع CPU هات بتاعتنا حاجة اسمها Technology Module مش زي ال Standard انت محتاج موديول متخصصة في Application معين زي مثلا ال Robotics ال Robotics بيتعامل اكتر مع مواتير والمواتير بتاعته sophisticated جدا لازم تبقى دقيقة ولازم بتتعامل مع اكتر من اكس يعني اكتر من اكس يعني الدراع بتاعك ده تخيل انت عندك المفاصل بتاعته تقدر ان انت تشتغل على كم مفصل علشان خاطر توصل لي الحاجة لها علاقة بالمالتي مالتي فانكشنل بلاتفورم يعني مالتي فانكشنل بلاتفورم اتعرضنا لها في السوفت وير تمام قلنا انه هو يشتغل بلس او سي بلس انه انه ممكن تبرمجه انه يشتغلك مثلا ببروغرام زي السي والسي بلس بلس وت تقومباين الاتنين مع بعض وتقدر انت تطلع الابليكيشن بتاعك دي برضو في الحاجات اللي ليها علاقة بالابليكيشن المعقدة تمام طيب حاجة اسمها الكونفورم الكوتينج او في سيمينز بنسميها السي بلوس تمام السي بيو بتاعك ده هل انت حاطت البانل دي مسلا جوه قوضة والتكييف بتاعها كويس و هتبتدي درجة الحرارة اللي موجودة درجة حرارة مناسبة وملأمة لعوامل التشغيل ولا هتبتدي تحط السي بيو بتاعك ده في الفيلد معرّض لارتوبة ودرجات حرارة عالية وخبطات تمام فالكونفورم بتاع البورد ده اللي معمول منها السي بيو صحيح هيبقى هو هو نفس البروستسور ونفس الميموري بتاعت اللي فوق بس الماتيريال اللي موجودة تقدر انها تستحمل درجات الحرارة الأعلى تقدر تستحمل الغازات والعوامل بتاعت التعرية تقدر تستحمل الرطوبة وهكذا تمام آخر حاجة هتكلم عليها الـ Redundant System تمام يشتغل وهنتكلم عليها قدام برده تمام أول حاجة هنتكلم عليها بالتفصيل شوية هي الـ Modular System أو الـ Modular CPU تمام الواحدة اللي في النص دي زي ما قلتلكم هي فيها كل حاجة فيها الـ CPU فيها الـ Power Supply فيها عدد من الـ IOs دي Digital Input Digital Output تمام و Analog Input و Analog Output تمام نقدر ان احنا ايه نشتغل على وحدة وحدة فقط تمام طيب طيب تعالوا نتكلم اكتر بالتفصيل ماشي قلنا الـ CPU وشرحنا باستفادة تعالوا نتكلم اكتر على Signal Module او الحاجات الـ Hardware الحاجات اللي انا هاخدها من الـ Field ككهرباء مش كمينيكيشن مش كلغة تمام عندي انواع معينة من Signal يا Digital اللي هي بتبقى خرجها واحد او صف او الترجمة بتاعتها ايوة او لا تمام يا اما Analog ودي بتبقى Digital اللي هي اما Input زي المفتاح اللي انت بتديله الامر او اللمبة اللي هي بتنور معاك مفتوحة او مقفول طيب Analog System زي ايه الانالوج بتاعنا تمام اي حاجة اي حاجة اي حاجة فيها مثلا التكيف بتاعك التكيف بتاعك انت بتديله درجة حرارة صح فانت بتديله range بتقوله مش واحد ولا زيره لا ده انت بتديله رقم خلي التكيف يبقى على رقم كذا تمام والكنترولر اللي موجود جوا التكيف هيفهم من الرقم اللي انت تديه توله ده هيزبط نفسه على كام تمام طيب Analog Output تمام هيبتدي مثلا زي ايه خلينا نروح للإندوستري اكتر تمام عندنا مثلا زي Valve Control Valve تمام انت الكنترولر بتاعك راح قال لل Control Valve دي افتح للVolve ده او البلف ده 35% فهو ما قالكش افتحه بس لا افتحولي بس ب35% فده ايه الانالوج Output ماشي وعندي والكروط اللي بتخدم او بتحصل على الData دي اسمها Signal Module تمام طيب في ال Compact احنا قلنا ان ال Compact هنا او اللي بيعملو Representation عندنا حاجة اسمها 1200 بتبتدي ان انت تحط UpTo 8 موديول على نفس الRack طيب انا لو عندي Data تانية عايز احطها تمام اعمل 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 ايه ساعتها ببتدي ألجأ لحاجة اسمها Remote IO تمام باخد على Rack تاني موديول تانية وتبتدي تكومينيكات مع مين مع الCPU ده تمام طيب الكوست بتاعه عالي فيقدر يطلع الPower ان هو يقدر ياخد الData من UpTo 8 A موديول تمام طيب ده Signal Modules ماشي في الCPU بتاعنا برضو نقدر ان احنا نحط Signal Module بتاعنا على الCPU ليه علشان خاطر نميك يوز من المساحة بتاعته الصغير لو انا مش محتاج ان انا ازود جنب تمام حاجة كمان Communication Processor تمام قولنا زي ما اخدنا الData كHardwire او كهربا تمام بناخد الData عن طريق Communication Protocols تمام وفي بروتوكولات كتيرة بتبتدي الCPU بتاعنا يبتدي يتخاطب بيها علشان خاطر يقدر انه هو ياخدها من الفيلد طيب عادة في الصناعة لازم المودولز دي بتبتدي ان هي تتحط على حاجة اسمها راك او اوميجا بور تمام لو انتم فتحتوا اللوحة الكهرباء بتاعت البيت كده هتلاقوا في حاجة اسمها اوميجا بور او دين رايل بتحط عليها مفاتيح الكهرباء فهي دي الدين رايل دي ستاندرد تمام ممكن نلاقيها عند اي حد كهربائي تمام وعليه وعليشان خاطر ده موديول رخيص فمالوش specific rail او specific راك احطوا عليه فممكن اقدر استخدم ايه الrail العادي تمام دي صورة نقدر نشوف نسبة وتناسب من صورة اليد قد ايه حجم CPU وقد ايه الحجم الكارتة اللي ممكن تتحط على CPU فهو موديول صغير مش كبير تمام طبعا دي رنج رنجات CPU كلها عندنا الستاندرد وعندنا السيفتي عرفنا يعني السيفتي دي اللي هي السل سرتيفايد اللي بتاخد سرتيفاكيشن حسب خطورة المكان تمام انواع CPU هات ممكن نتكلم عليها بعدين بقى في الاخر لو احنا عايزين نعرف البرتفوليو بس اللي انا يهمني هنا الwork memory والdata memory الwork memory هي دي الخاصة الخاصة البرت بتاع البرو ميمر data هي دي ال data الخاصة بال IOs تمام فدي معناها 50 كيلو بايت لل CPU علشان خاطر نبتدي ان احنا نشتغل على ال ports بتاعتنا تمام طيب نبتدي نحلة بال level بتاعنا هنلاقي في level بتاع CPU هات ال advanced تمام وهنلاقي في ال CPU هات ال advanced هنلاقي في صور مختلفة لل CPU دا ممكن يكون بيستخدم ازاي تمام من ضمن ال port بتاع CPU CPU هات فيها شاشة طيب الشاشة دي ايه وظيفتها الشاشة دي وظيفتها ان هي تعملي diagnostic لل CPU مثلا في CPU هات تانية او قديمة او عند competitors تانيين ممكن نلاقي ان المكنة عطلت تمام فبيدي لي للدايا هنا بتنوار لي احمر تمام فبيبتدي يعمل ايه ييجي العامل يشوف ان المكنة عطلانة يشوف ان CPU يوهايا يوهايا دي من نوار احمر يبتدي نادي على المهندس المسؤول المهندس يجيب اللابتوب بتاعه وبعد كده يفتح اللابتوب يوصل الكبل بال CPU وبعد كده لازم يبقى عنده software بتاع Siemens دلوقتي ويتأكد من الكممونيكيشن تمام اول ما يبقى الكممونيكيشن تمام وزي الفل يبتدي يعمل extract او يبتدي يحلل ايه الضرر اللي كان موجود في ال CPU ده تمام والضرر ده accordingly يبتدي ياخد الaction عشان خطر يحل طيب الكلام ده كله الشاشة دي خلت الكلام ده في غنى محتاج الكلام ده تمام كل الكلام ده هيتم فين على الشاشة نفسها فده وفرلي من الزمن بتاع السيانة بتاعتي او زمن بتاع المشكلة بتاعي اكتر من 60% تمام طيب نفس الكلام ايه في السيستم ال advanced عندنا ال CPU عندنا السيجنال موديول عندنا ال communication processor تمام وعندنا التكنولوجي موديول ونقدر نحط up to 32 rack طيب 32 rack وصاد الثمانية اللي هناك تمام هل ده معناه معناه ان ال CPU بتاعي ده يقدر ان هو يطلع power يي collect data من 32 rack الاجابة بصراحة لا بس ابتدينا نستخدم حاجة مختلفة ابتدينا نحط هنا حاجة اسمها segment power supply segment power supply ده معناها ان اقدر ان اpower data ان اقدر اعمل collect لgroup لsegment تمام وابتدي اكولكتها هنا وبعد كده توصل لل CPU بعد كده اقدر ان انا احط system power supply 2 لغاية ما وصل لل32 بتاع تمام اقدر ان انا احط up to 2 rack ده هنا في c مصور طيب خلينا برضو cpu ده علشان خاطر هو advanced فهو بيجيله special rack تمام الspecial rack في ميزة هنا ان هو plus ان هو special rack هو برضو ايه يعتبر dinrail عادي علشان خاطر لو في عندك موديول من الموديول العادية زي الموديول بتاع ال 1200 اللي احنا لسنا شرحينه ممكن نحطه هنا تمام طبعا كل cpu بيتحط جنبه cpu فلازم فيه connector يوصل ما بينه تمام تنفع ان انت تحط الموديول دي horizontal بس تخيل لو انت حطيت لو انت حطيت up to 32 موديول موديول ايه اللي هيحصل تمام انت ساعتها هتكون محتاجة ان انت تحطهم vertical طيب الفيديو اللي جايه ده هيورينا النوع او اهمية ال redundant cpu في ال application بتاعتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب سريعا كده علشان خاطر انا عايزة اديكم data كتير فمحتاج ان انا اصرع شوية فيه مستخدم معينة زي مثلا الانفاق في النفق هتلاقي ان جوه النفق انت بتفتكر ان هو طونل بس لا هو مش طونل بس انت محتاج ان انت يبقى عندك انارة يبقى عندك مروح يبقى عندك شفاطات علشان خاطر النفق ده لو الدنيا شتيت ولا حاجة النفق ما يغرقش فانت لازم السيستم بتاع النفق ده كله ما يقعش بمعنى تاني ان مثلا لو حصد حريقة جوه النفق ففيه مثلا دخان كتير فالناس اللي موجودة جوه النفق دلوقتي هتتخنق واحتمال تموت تمام فانت لازم السيستمز دي ما توقفش خلص تمام وده بيبقى critical جدا ان ال cpu ان هو يقع ساعتها انت بتستخدم اتنين cpu واحد primary والتاني backup ليه تمام الاولاني هيبتدي يشتغل ويطلع ال output والتاني مستني الاولاني يقع علشان يبتدي ايه ياخد ال action بتاعه فبيحصل synchronization ما بين الاتنين الاتنين بيبتدوا يكلموا بعض synchronization لحاجتين اول حاجة للبرنامج تاني حاجة لل data اللي موجودة ما بين الاتنين دول تمام في سيمانس فيه نوعين من redundancy redundancy cpu بيكلم cpu عن طريق communication protocol يقام عن طريق link الوحده بfiber optic cable تمام؟ فده ايه؟ ده بالنسبة لل PLC ودي أنواع البرتفوليو بتاع سيمينس في الـ 1500 كلها من الحاجة اللي هزا عايزة نوح عليها هنا اللي هي الحتة بتاعت الـ Bit Performance دي الوحدة اللي احنا بنقيس بيها الـ Processor سريع قد إيه دي الوحدة اللي بنقول فيها السطر بتاع البرمجة بيتنفس فقد إيه فعندنا في البرتفوليو ده السطر بتاع البرمجة يقدر ان احنا يوصل ان هو يتنفس في واحد نانو ساني وبنفخر في سيمينس ان احنا عندنا أعلى وأكفأ CPU وأسرع CPU موجود في العالم في الـ Port ده طبعاً الـ CPU ده يقدر ان هو يعمل communication مع كام حاجة الـ Work Memory والـ Data Memory احنا اتكلمنا عليها بلاس الـ Interfaces يقدر ان هو يcommunicate مع كام حاجة طبعاً طبعاً Port ثاني خلصنا الـ CPU دلوقتي انت محتاج اللي احنا بنقول عليه الـ Remote IOs طبعاً الـ Remote IOs ممكن يبقى بعيد عن الـ CPU في لوحة تانية مثلاً طبعاً التوصيلات بتاعتك تمام؟ فخلينا نقول ان مثلاً عندنا موديول اسمه AT200SP تمام؟ الموديول ده عنده QR كود عليه تمام؟ فاكرين لما قلنا ان في الاول خالص كان فيه شاشة والعامل جاء وعرف من خلال الشاشة دي ايه الـ Error كان الـ Error موجود مثلاً في كارتة دي تمام؟ فممكن دلوقتي بـ Mobile Application بتاع Siemens هيبتدي يعمل سكان للـ QR كود ده زي اللي فوق هنا تمام؟ هيدخل ينزل كل حاجة موجودة على الكارتة المانيول بتاعه والـ Wiring بتاعه وكل حاجة ويبتدي يتشك الكارتة دي ما لها بالزبط تمام؟ لغاية ما يصلحها افرض ان الكارتة بوزت تمام؟ ثلاث الكلام ده فيه برضو ايه زي Indication Color كده عشان خاطر يروح المخزن يتجيب يقول لك أنا عايز كارتة من الـ List من الليسود او كارتة من اللابيض عشان خاطر ايه يقدر انه هو يجيبها فده برضو سهل جدا في عملية الصيانة في الـ Port ده تمام؟ ده برضو نوع تاني من الـ Remote IOS ماشي؟ طبع الـ 1500 ماشي؟ كده احنا خلصنا الـ Port بتاع الـ PLC طيب بورت الـ PLC أنا ببتدي اخد Action أكور لحظي يعني ايه؟ يعني أنا جالي Action من الـ Field ابتديت أعمل عليه Processing وبتديت أطلع وبعد كده ابتديت أخد الـ Data وأطلعها ايه؟ على مثلاً الـ SCADA System عشان يبتدي ايه؟ في الأوضة بتاعتي اللي مليانة شاشات يبتدي الراجل اللي قاعد جوه الأوضة يشوف المكن وهو شغال تمام؟ خلينا نشوف دلوقتي في حصل مثلاً بالـ Failure في المكنة أو Failure في الكابل اللي واصل ما بيني وما بين الـ SCADA System كل الـ Data دي هتبقى Zero يبقى الراجل اللي قاعد جوه الأوضة دي مش شايف أي حاجة تمام؟ ولما الكابل يرجع تاني هيبتدي ايه؟ يشوف الدنيا تاني طيب، الفترة اللي كانت ما بين بتاعات القطعة الكابل دي ايه اللي هيحصل فيها؟ تمام؟ فده بالنسبة للـ PLC الراجل اللي قاعد في الـ SCADA System مش عارف بوكس وعلى اللي حصل تمام؟ إنما الـ NETU هنقدر إن إحنا نجمع الـ Data بتاعتنا تاني ونعرف إيه اللي حصل في الفترة دي أول ما الكابل أو الـ Communication تبقى established تاني تمام؟ وده اللي أنا هتكلم فيه في الـ Parts بتاعت الـ RTU الفيديو اللي جاي ده هيساعدنا أكتر إن إحنا نفهم الـ RTU بيشتغل إزاي؟ لماذا تنفيذ بيشتغل إحنا كمبالي For these connections, they use private or public networks, so-called remote networks,... ...for example the Internet or mobile wireless networks. The data is transferred via telecontrol protocols. This involves both Standardised Protocols as well as proprietary Siemens Protocols. A VPN tunnel between the communication partners ensures secure data exchange. The VPN tunnel is established by the RTUs. In the control center, it is provided to them for further processing. ملايب الوظ REMPY في وسطهات المختلفة على الفيديو في تعليم الامْقا يتطول على العمل اسمو على تحدث تعليم الامع الوظم للحظة تحدثون على تعليم الوظفات المشاكل أحدث عن تحليم الكلام مثل وينCC ويكس 7 المترجمات للتعليقات المترجمات زمانس offers solutions for all applications communications processors can be used to configure customized RTUs based on the somatic controllers depending on the application they can communicate with the control center via the internet or a mobile wireless router remote stations without power supply such as rainwater retention basins are monitored by compact low-power RTUs that have their own power supply and send the collected data to the control center telecontrol solutions from Siemens versatile, reliable, and future-proof Siemens. Ingenuity for life. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry I'm going to use RTU I'm going to use RTU when it becomes I'm going to use the control center I'm going to use the control center I'm going to use the control center so you're going to use the data from the location of the country to the location of the control center to the control center and you're going to use the data loss okay? So you need to use the communication to the reliable data transmission to the data transmission to the 97% to 99.5% to the 98% يعني يعني data communication نفسها تقع في السنة كاملة يبقى أنت محتاج data transmission عالية جدا 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 تمام? والده بنلاقيه في ال 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 ساعتها احنا ما بتبتدي نختار بروتوكولز معينة علشان خاطب تبتدي تخاطب بيها ال 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 اخrid الذي فبتدي انت تحط ال CPU هات saving بتاعتك او ما بنسمعاش بقى بدوقتي CPU هات بنسميها RTU paint تمام تملك ال data وتسايفها يعني بتسايفها buff prices وبعد كده بتبتدي توصلها يا إما بالإنترنت يا إما بالولايزة تمام عن طريق مؤمنة سويتشات او عن طريق routers او مودمز علشان خطر تقدر ان انت تعملها data transmission وبعد كده في الاسكادة بتاعتك بتبتدي اه تعرفها ازاي ان هي تبتدي تاخد ال system ده ويبتدي ان هو اه يسكن ال data بتاعته بصورة صحة طيب ايه الفرقة ما بين ال rtu وال plc? ال rtu بيبتدي يستخدم بروتوكولات تانيها مختلفة عن البروتوكولات اللي بيستخدمها ال plc. ال plc مثلا لما بيبتدي يتكلم plc ل plc او بين plc ل scada البروتوكولات بتاعته بتعتمد على ال data bus يعني ال data bus انا دلوقتي قلتلك هتشغل مثلا التكييف على درجة حرارة 20 او 22 تمام? فال data اللي موجودة في البروتوكول اللي انا بخطبك بي تمام? موجود فيها ال data اسمها 22 تمام? وده معناه ان ان انا لو مثلا ال port بتاع ال scada ما اسمعش الرقم 22 فهو مش هياخد action عشان خاطر ال data ما وصلتلوش تمام? وما سجلش عنده ان ال data وصلت هو مستني ان ال data توصله فانت لازم تروح تبعت ايه? ال data مرة تانية تمام? طيب. ال rt use بقى بتعمل ايه? لأ هتقوله ان انا هبعث لك ال data 22 بس هبعث لك معها انا قلتلك 22 دي الساعة كام وفي يوم ايه? بقى فيه حاجة اسمها time stamp يعني plus ان انا اديتك ال data اديتك ال time stamp بتاعها. بحيث ان انا لو ال data ما وصلتلوش في الساعة اللي بعدها لما ال data توصل لك هقول لك ياخد ال action الصحة. وهو ده الفرق ما بين ال PLC وال RTO. طبعا فيه products كتيرة تستخدم ال RTU. طيب ال RTU هو ممكن يبقى modular system يعني الايه completely, sorry compact RTU. هو واحدة واحدة. ففي عدد من ال IOs ليس كثير. تمام? ثمانية دإشتاء ال input على أربعة دإشتاء output على أربعة analog input تمام؟ والمهم ان هو بيبتدي بروتوكولات تساورت التايم ستامب جوه المسج بتاعتها زي الائي اي سي مية واربعة او الدي ان بي سري. سنوت اس تي سبعة او التالي كنترول بيزيك دي بروتوكولات سيمنز هي اللي عاملها علشان خاطر تشتغل مع الارتيوهات بتاعتها. بس الحاجات الستاندرد اللي احنا هنشوفها عادة في الفيلد اما الدي ان بي سري يا اما الاي اي سي مية واربعة. طيب اللي فات ده كان ارتيو كوباكت. طيب الارتيو لو انت عايز بقى الموديلر سيستم اللي احنا اتكلمناه البي اي سي عايز تحوله ارتيو هتعمل ايه? ساعتها هتزود له كومينيكيشن بروسيسور يقدر انه هو يعمل لك الداتا بوفرينج. يقدر انه هو الذهاب كواملسور ي cab ign нап HCI البي ايهW啊 داتا. علشان خاطر لما كومينيكيشن تستبدلش تاني تقدر ان هو ي يوصل لك البces اللي بالتايم بتاعها الصح nap with the time. taş تمام? وعندي هنا في الالف ومئتين عندي اربع انواع للRTU اتنين على GPRS وعلى LTE أو 4G وعندي اتنين وارد موديول ونقدر نحن نوصلهم على مودم ونقدر نحن نوصلهم عن طريق الانترنت مثلا برضو زي الـ زي الـ Compact بتاع الـ 1200 عندي برضو للـ ET200SP تمام؟ نزود Communication Processor ونقدر ان احنا نحول الـ CPU بتاعنا لRTU هنا ممكن نوصل لـ 100 ألف event للـ Data Buffering هنا ده الخاص بالـ Advanced PLC لو عايزين نحول الـ Advanced PLC بتاعنا لـ Advanced RTU وساعتها ده بـ Support كذا بروتوكول مش بروتوكول واحد ويقدر انه هو يوصل لـ 250 ألف event وده عدد كبير جدا جدا طيب تعالوا نتكلم بقى ايه؟ خلاص احنا طلقنا من الـ Field Level وصلنا للـ Control Level دلوقتي عايزين نوصل لـ Operation الراجل اللي قاعد في القودة وقاعد بيبص على المصنع بتاعه هيكون عامل ازاي؟ ومحتاج انه هو ياخد Action انه هو شايف الدنيا بتاعته شغالة وشغالة تمام ما فيه هاش ايه مشكلة أكوردنج لي الـ SCADA System بتاعه أو أكوردنج لي الـ Application بتاع المصنع ده بيبقى عدد الداتا ممكن يبقى قليل أو كتير وأكوردنج ليها فيه Types للـ SCADA System الـ Part اللي جاي ده هيقول لي ايه الحاجات أو الفروقات ما بين الـ SCADA Systems المختلف معركاتي الأمد Update تطبيل موقعاتي مهمة بالإنفذارة مهداة جنوب مهمة مهمة تحرية 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 تحديثة محلولية تطعية إعادة الإنسانية تحديث إعادة الإثماراتيين وإنفارة التحديثة تحديثة محلولية تحديثة بزرعة متواجعة تحديث من إثماراتي من تداتة محلولة تحديثة إثمارة وتحديثة وإنفارة الأهمية ومع هذا كله فتوريأت في محلولات مختلفة لديدة سرعة قطعات، مع تزهارات مستخدمات، تحارات المميزدة، تحارات التعاطية والطاقة القطعات، و���تحين، تجلس لجرء بإمكانك مازالك، تساعد مرحلة من الموقع، or even avoid them before they occur. A system for large plants with sequential control and quality data analyses for process optimizations on the management level across plants and sites. A system for customizing and the infrastructure area, platform and hardware independent, widely distributed and over long distances. An open system with which you can integrate industry-specific components. Why do we train and support selected system integrators worldwide and make them certified partners? Utilize and bundle their know-how to provide specific solutions for each industry. Why? Because you want to know where there is potential for optimization in your plant. Because you want a system that fits your industry best. Because we prepare you for the digital age. With our expertise, with solutions for your requirements. Siemens, Ingenuity for Life Accordingly, the SCADA system I want it to be on any level for this kind of scale of the SCADA system. Okay? The first SCADA system, for example, can I say on the level of the line, or the level of the machine. And if I use all components of the components of the same manufacturer, with the meaning that I use all of the elements of Siemens, then I will do a SCADA special in Siemens. Okay? And this is not a high level of Siemens, so that the level of the level of Siemens is not open, so that I can access other things from Vanderstein. If I need a machine, and I want the whole machine to be on the SCADA system one, and this is the case that is the case of the SCADA system in Egypt, then I need to see the data of the whole machine. Of course, the data of the whole machine is not made from a manufacturer one. You can find some Siemens, you can find some Schneider, you can find some ABB. Okay? So, all those kind of protocols will be used to be used for different protocols, and they will be used to be used for the data. So, you need to be able to find something that you have a little bit of open, so that you can be able to exchange from it, okay? Okay? So, if you have the SCADA system to be more than that, كتير. وان انت عايز ان انت تبقى بتاعتك تبقى على مدينة. زي مثلا السمارت سيتز اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي. تمام? عايز نظام الانفاء يبقى متوصل بنظام الكهرباء. يبقى متوصل بنظام الراي. يبقى متوصل بنظام الترافيك سيستم مع نظام الاتورة مع الاسكادة بتاعت الاسعاف. كل ده انت محتاج تشوفه في اسكادة سيستم واحدة. في غرفة عمليات واحدة. تمام? فكمية الائي اوز وكمية الداتا هنا بتبقى كبيرة جدا. فساعتها طبعا طبعا مش كل الكلام ده هيبقى سيمينز. ومش كل الكلام ده كمان هيبقى صناعي. او اندستريال. او بيتكلم بروتوكولات الاندستريال. فلازم يبقى عندك سكادة سيستم مفتوحة تقدر ان انت تتكولكت منها كل الداتا دي مع بعض. تمام? طيب. ايه الحاجات اللي ممكن ان احنا بنتكلم عليها واللي هي هتبقى هنركز عليها علشان خاطر نظام اللي سكادة سيستم بتاعي ده يبقى صح. اول حاجة. ازاي يبقى النظام بتاعي اقدر اكبره? او مجال التوسع بتاعي يبقى عامل ازاي? تاني حاجة. تمام? الكفاءة بتاعة السيستم بتاعي ده. او الداتا بتاعته انا بستخدم الداتا دي ازاي علشان خاطر بطريقة ذكية وبطريقة intelligent اقدر ان انا اشتغل عليها. تمام? تالت حاجة الopeness. تمام? يعني السيستم بتاعي اقدر ان انا اخد الداتا من مين? هل من حاجات سيمينس بس? ولا هل من ناس تانية? تمام? اه فدي السيستم بتاعي يبقى open. تمام? اه innovative. innovative معناها ان مثلا اه قدام هيبقى فيه تكنولوجيا جديدة. تمام? هل انا محتاجة غير السيستم بتاعتي علشان خاطر امبليمنت التكنولوجيا الجديدة دي فيها? ولا ممكن ان انا انتجرتها تجرتها جوها على طول من غير ما يبقى فيه ان انا اهد كل الدنيا وان انا ابنيها من اول تاني. تمام? لازم يبقى عندي برضو ايه? ناس تقدر تديني الساببورت علشان خاطر لو انا محتاج الكلام ده كله. اول حاجة هتكلم عليها الاسكلابيليتي بتاعت الاسكلابيليتي بتاعت الاسكادر سيستم هنتكلم ان انا مثلا ممكن يبقى عندي الليفل بتاع السي بيوهات موجود تحت تمام وعندي في الاسكادر سيستم كزا كلاينت كلاينت منهم ليه الناس بتوع المهندسين وكلاينت منهم ليه الناس بتاعت السيانه وكلاينت تالت للمديرين وكلاينت رابع ليه بتوع الجودة مثلا تمام فانتهينا عندك اربع كلاينت مختلفين عن بعض وساعتها بس بيربطهم مين سيرفر واحد والسيرفر ده بيبتدي ياخد الداتا بتاعته من الكنترول ده واكوردينج للكلاينت ونوع الكلاينت هيبتدي ياخد نوع بس من الداتا من الموجودين تحت فده اسمه السيرفر كلاينت او الدستريبيوتد سكادر سيستم يبقى عندك سيرفر وعندك كزا كلاينت تحته تاني حاجة التالي كنترول او اللي احنا تكلمنا عليه ازاي تبتدي تاخد الداتا من الارتيوهات تمام فلازم النزام اللي سكادر بتاعك يبقى قابل البروتوكولات بتاعت الارتيو بحيث ان الداتا اللي هتجيلك هتجيلك كفاليو وهتجيلك كتايم انه هو يقدر انه هو ويدخل الارتيو عليها طيب الكلاينت بتاعتك دي مش شرط انه هي تبقى على كمبيوترات ممكن تبقى الكلاينت دي عبارة عن ويب بيج والويب بيج دي ممكن تحطها على تابلت او ممكن تحطها على موبايل وساعتها دي تعرضنا لمشكلة او حاجة بتواجهنا اللي هي السيكيورتي فساعتها بنستخدم وبروتوكولات سيكيور علشان خاطر الداتا ما يحصل لهاش هاكينج وتقدر ان حد يبتدي يتلاعب في الداتا دي وبالتالي يتلاعب في السيرفر تمام طيب الحاجات القديمة تمام زي مثلا الويب بيج معمولة بانترنت اكسبلورر محدش دوقتي بيستخدم الانترنت اكسبلورر كل الناس بتستخدم كروب كل الناس بتستخدم فايرفوكس بس طيب اللي بيستخدم انترنت اكسبلورر هنقول له لأ ما تشتغلش لأ لازم نبقى بنصبورت الحاجات القديمة زي بنصبورت الحاجات الجديدة وده عندنا في سيمنت حاجة اسمها الويب نافيجيتور تمام طيب الداتا دي كلها انا محتاج ان انا خزنها طيب التخزين بتاع الداتا دا لازم يبقى عندي في سيرفرات اسمها هستوريان سيرفر تمام هاخزن الداتا دي لمدة قد ايه مثلا ممكن اقولك انا محتاج اه مثلا المكانة دي انتاجة قد ايه من ثلاث سنين فاته تمام فانا محتاج زي مغزن اخزن فيه الداتا دي وبتبقى كمية مهولة جدا من الداتا لدرجة ان الهستوريان دا بنعتبره سيرفر والسيرفر دا سريع جدا والكاباستي بتاعته كبيرة اوي تمام وده اه 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 بنقدر ان احنا ناخد الداتا دي كلها وبعد كده نستخدم الداتا دي اه اه نحنا نعمل ريبورتات او نعمل حاجة اسمها داشبورد او ان احنا نحطها في اكسل شيتز والاكسل شيتز دي نبتدي ان احنا نعملها بالجرافيكس معينة او ان او ان احنا نرسم ترندات معينة ونشوف اليساريتم بتاعنا كان ماشي ازاي على مدار السنة اخر حاجة زي ما عندنا في ال PLC عندنا Redundant System عندنا برضو في السيرفر ممكن يبقى فيه Redundant System وما ينفعش ان السيرفر بتاعي يقع فلازم يبقى فيه سيرفر Redundant للتاني والكلاينت بتاعنا بيبتدي ياخد الداتا بتاعته من الاولاني او التاني مفيش فيه اي اي مشكلة فده على الليفل بتاع أو ازاي ان انا اقدر اكبر السيستم بتاعي طيب من حيث الكفاءة بقى او انا فيه كذا برامتر تاني مهمين لازم ان انا اعرفهم في السيستم بتاعتي اول حاجة ان انا اعمل Auditing او ان انا ابتدي اعمل Tracking وTracing للأوبريتور بتاعي بمعنى ان انا الراجل بتاعي قاعد تمام واخد Action معين على المكان الاكشن ده ستببلي ان المكانة وقفت وده معناه ان فيه Production حصلت فيه مشكلة تمام طيب انا محتاج ان انا اعرف مين اللي دخل ودخل امتى و ايه الاكشن اللي هو عمل بحيث ان انا اقدر احزبه وان انا اقدر ان انا الحق الدنيا فلازم يبقى فيه عنصر من عناصر الكفاءة ده بيأثر عليها عنصر تاني من عناصر الكفاءة ان مثلا فيه مشاغلين بيبتدوا ان هما يدخلوا مثلا مقدير معينة زي مثلا صناعة عصير انا محتاج مقدار معين من المية مقدار معين من السكر ومقدار معين من السيرب تمام؟ علشان خاطر يجمعوا مع بعض تمام؟ طيب بكرا انا هبتدي هعمل منتج مختلف فانا هدخل مختلفة تمام طيب بعدو انا عايز اعمل النار Kystium بتاع المنتج الاولاني هل ان انا هبتدي ادخلهم تاني ولا الكلام ده هيبتدي يكون متسيف عشان خاطر اوفر في الوقت ده برضو من ضمن الحاجات بتاعة Theefficiency والكفاءة تمام؟ حاجة كمان البورت بتاع الانرجي مانجر تمام؟ احنا تكلمنا عليه ازاي ان انا ابتدي اتراك واقيس كمية الطاقة اللي مستخدمة في المكان بتاعي وفي الماناجمنت بتاعي تمام؟ فالبورت ده مثلا المصنع متعاقد مع شركة الكهرباء على كوتا معينة من الكهرباء تمام؟ فهقدر من الانرجي مانجمنت برو ده اقدر ان انا اشوف الكهرباء مستغلة فين ومش مستغلة فين تمام؟ بحيث ان انا اقدر اخد ايه اللي هوقفه وايه اللي هشغله بحيث ان انا اعمل الـ production بتاعي الصح واي اوفر في الكهرباء وبالتالي اوفر في الفلوس حاجة كمان الـ agenda بتاعتي او الـ calendar بتاعتي ده شيء مهم جدا بمعنى ان انا مثلا ممكن في يوم فلان الفلاني انا محتاج اخد action معين على المكانة دي تمام؟ وaccording للـ action ده ممكن ابعت mail او ان انا ابعت SMS لمدير المصنع او لمهندس الوردية او لي اخد action عن طريق التاريخ وعن طريق الوقت يعني مثلا احنا مثلا في مواسم صناعة السكر في مواسم معينة دي المواسم دي بتأثر في الصناعة بتاع السكر فالموسم الاولاني انا هحتاج درجة حرارة معينة علشان خطر الـ production اللي جايلي ده في production معينة في فترة تانية لا انا محتاج ان انا اغير في حاجة تانية فأكوردنج للتاريخ وللوقت العامل ده ممكن يأثر معي في اتخاذ الكرارات فده مهم جدا وأكوردنج ليها ببتدي اعمل notify للشخص المخول لي عن طريق SMS او عن طريق mail بالـ action اللي حصل بورت كمان اللي هو الـ sequence في صناعات بيبقى فيها sequence بيبقى فيها حاجات تتبوعية تمام؟ يعني مثلا يبتدي ياخد action رقم A وبعد كده يبتدي ياخد action رقم B وبعد كده يبتدي ياخد action رقم B وبعد كده يبتدي ياخد action رقم C وان احنا نعمل الحاجات بتاعة sequential دي وطريقة برمجة بلغة برمجة أبسط بكتير ممكن اتفادنا كتير في الطريقة بتاعة sequential وبالتالي بتأثر لي برضو في الكفاءة بتاعة النظام بتاعي اخر حاجة عايزة اتكلم عليها اللي هي الـ opens تمام؟ ازاي السيستم بتاعي يبقى open انه هو اقدر ان انا ادخله سيستم تانية كتير مختلفة عن السيستم بتاعتي او بتاعة نفس المانيفاكتر زي سيمينز مصر اول حاجة بنتعامل معاها زي Bridge تمام؟ industrial data bridge تمام؟ السيستم بتاع سيمينز اقدر ان انا اكلم سيستم تانية كتير بحيث ان مثلا الـ database بتاعتي اللي انا بحط فيها الـ data بتاعتي تقدر تكلم database تانية بتاعة حد مختلف زي مثلا database Oracle تبتدي تتكلم مع database SQL او MySQL تمام؟ الفايلات بتاعة الـ Excel sheet تقدر انها تتكلم مع PLC او SCADA system بتاعتي تمام؟ فمحتاجين زي translator يبتدي ينقل من وإلى الـ data format دي تمام؟ طيب من ضمن الحاجات بتاعة الـ programming مثلا انت محتاج ان انت تدي program معمول بلغة برمجة الناس كتيرة بتشتغل فيها او function already معمولة زي مثلا بـ C او C++ فانت دي بتبتدي تستخدم لها الـ ODK تمام؟ ان انت تبتدي تبرمج بلغة برمجة تانية مختلفة كتير فدي ساعتها تقدر ان انت برضو تبقى عندك نظام الـ openness بتاعك يبقى موجود تمام؟ طيب عايز بقى دلوقتي ان انت الـ SCADA بتاعتك دي كلها بالـ data دي كلها عايز تنقلها لـ level اعلى او عايز تنقلها لـ level IT تمام؟ علشان خاطر تبتدي تنقلها لـ level الاعلى من كده اللي هو level management او على level cloud فانت محتاج ان انت تاخد الـ data بتاعت الـ SCADA system plus data بتاعت السيرفرات بتاعت الـ historian اللي بتخزن عندك الـ data وتبتدي ترفعها على الـ level الاعلى منها ودي اسمها connectivity وتقدر ان انت من خلالها تبتدي تتكلم او تجمع كل الـ protocolات اللي بتتكلم كل سيستم على حدة وتجمعهم في كونتينر واحد وتبتدي تجمعها وتبعتها كل على الـ protocol الخاص بي تمام؟ طيب ده النظام الـ SCADA system in very brief وفي النظام صغير قوي طيب ايه بعد كده؟ انا قاعد بتكلم على data 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 بصورة وبيانات كتيرة ولازم البيانات تبقى high quality ولازم يبقى فيها الـ time stamp بتاعي صح ولازم يبقى فيها الحاجات دي كلها ليه الكلام؟ الـ data دي بقت دلوقتي مهمة تمام؟ عشان الـ data دي هتساعدني ان انا يبقى عندي performance مخترم للـ system بتاعي من التكنولوجيا الجديدة اللي موجودة اللي لسه ممكن تكون حاجات كتيرة منها لسه مدخلتش مجال الصناعة وي هتستخدم بعد كده، وي الـ RnDs او الناس بتدفع فلوس علشان خاطر فيه research بتتعمل علشان خاطر الكلام ده يحصل ويستفادوا بأقصى كفاءة للـ data دي تكنولوجيا اسمها البلوكتشين بلوكتشين دي هي تكنولوجيا بتستخدم علشان خاطر في البيع والشرق بطريقة سيكيور بطريقة ما يبقاش فيها اي تلاعب تكنولوجية الفايف جي والفايف جي دي معناها ان الداة ترانسميشن هتبقى سريعة جدا تكنولوجيا بتاعة الاج والكلاود كومبيوتين ان احنا نقدر الداة دي كلها نحنا نرفحها على الكلاود اوتونوميس سيستم المكن نفسه يقدر ان هو يتعلم من بعض من غير اللجوء لسيستم اعلى ويبتدي يشوف ويشتغل انسيكوانس عن طريق التعلم بتاعه تمام؟ اجمانتد رياليتي زي مثلا النظارات اللي هي بتاعة الواقع الافتراضي تمام؟ ودي بتفيدنا جدا في السيرفوس النظارات بتاعة السيرفوس دي انت مثلا ممكن العامل يبقى لابس النظارة ويبتدي ان انت توجهه على الاكشنز اللي يبتدي يعملها ومثلا الراجل اللي بيوجهه ده ممكن يكون قاعد في بلد تاني ده اللي هو النظارات بتاعة الواقع الافتراضي تمام؟ طبعا التكنولوجيا بتاعة الارتيفيشل انتليجنس واللي هتأثر فيه السيبيوهات بتاعتنا ازاي الكمترولرز والسيبيوهات هتقدر ان هي تبتدي تشتغل او ان هي تبتدي تاخد اكشنز من تلقاء نفسها من خلال ان هي بتعلم نفسها بنفسها تمام؟ انا كده تقريبا انا خلصت السيشن بتاعتي بس فيه بارت صغير دقيقتين ثلاثة كده عايز اكلمكو عن سيمينز في مصر طيب سيمينز في مصر احنا عبارة عن كازا ديبارتمنت الدبارتمنت الاولاني اللي انا منه حاجة اسمها الدجتال اندستري وده اللي ليه علاقة بالهندسة الصناعية فيه دبارتمنت تاني اسمه سمارت انفرستركشور وده اللي ليه علاقة اكتر بيه البارت بتاع المباني والتكنولوجيا بتاعت المباني فيه البارت بتاع الموبيلتي وده اللي هو اللي يندرك تحتي دلوقتي المشروع بتاع القطر السريع اللي هي الترانسبور فيه سيمينز ادفانتا ده الحاجات اللي ليها علاقة بالسوفتوير والابليكيشن البورتوفوليو كومبانيز اللي هي اللي ليها علاقة باللارج درايفز والمواتير وي سيمينز هالسينيرز وده ملهاش علاقة خالص بالاندستري بس خلينا نقول ان ده اللي هي الهندسة الطبية زي مثلا اجهزة الاشعة والتحليل احنا موجودين في صناعات كتيرة جدا تقريبا في كل الصناعات متوجدين وعندنا لها solutions تمام صناعات البيتروكلمويات، الصناعة المائية، الالكترونيكس، الـ Aviation، الـ Automotive، كلام ده كله سيمينز، انا بفخر ان انا من سيمينز علشان خاطر احنا عندنا الماركت شير رقم واحد في العالم كله تمام؟ في مجال الـ PLC احنا رقم واحد بـ 33% في مجال الـ IPC او الـ Industrial PC احنا رقم اثنين على العالم بـ 12% الـ HMI احنا رقم واحد بـ 25% في الـ OEM او الـ Production Machine احنا رقم واحد بـ 19% سلايد دي وهي تقريبا اخر سلايد تمام؟ احنا فين في العالم؟ سيمينز ما عندهاش بالمسمة بتاعته ان هو عندنا مصنع تمام؟ احنا عندنا مصانع والمصانع دي اللي هي موجودة باللون البرتقاني ده تمام؟ فاحنا عندنا ست مصانع موجودين حوالين العالم او اربع في ألمانيا واتنين في الصين انا بتكلم على الـ PLC والـ SCADA system تمام؟ طيب ايه المصانع التانية دي؟ عندنا مصانع على لفل الماشينز يعني اقدر ان انا ابتدي اعمل اه اه اعمل اه 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 زي Digital Twin او محاكاة او ديزاين للـ Product بتاع CPU تمام؟ اقدر ان انا ابتدي اصنعه وااشوفه virtually تمام level align اللي هو خط التجميع كامل تمام مش على level المكنة او level device دلوقتي على level align تمام عندنا اربع مصانع تمام او ست مصانع على level align وعندنا مصنع واحد ان انت تقدر virtually تشوف كل المصنع virtual من قبل ما يتبنى تمام وتشوف ال production بتاعه عمل ازاي عندنا مصنع واحد موجود في نورنبرغ في المايا تمام انا كده خلصت اتمنى تكون ندوة مفيدة للجميع تاني انا ساعة عشرة دلوقتي اللي عنده اي ساعة